برنامج خطير او راح تكون اسرع واحد في العالم يستخدم الماك بفضل الله ثم اختصاراته يعني يختصر عليه كثير تقدر توصل اي ملف بضغطة زر تقدر توصل اي اسم اي اسم تفتح اي موقع تبحث عن الهيستري كل شي في هذا البرنامج طبعا اول شي نسوي الروح السفاري نحمل البرنامج رايح اعطونك ثلاثين يوم تجري في البرنامج عشان اذا اعجبك تشتري ثاني شي بما اننا عرب نستخدم اللغة العربية في الكيبورد مع الانجليزية فمن المنطق اننا يعني راح نختار نختار لها يعني اختصار اللي هي command و space عشان نغير بين اللغتين طبعا اذا كنت مستخدم هذه الطريقة ونفعل هذا الخيارين عشان تشتغل تغيير بين العربية والانجليزية البرنامج البرنامج حطين لك الاختصار الافتراضي اللي هو command و space اللي علينا نسويه بعد التثبيت نروح للبرنامج بعدين بريفيونس اول شي نسوي الإعداد التالي نأشر على الخيار التالي ثاني شي اه نغير الاختصار من هنا اللي هو alt و space ثالث شي نحط على هذا الخيار رابع شي نخليه ثلاثين شي خامس شي اللي هو نخليه على هذا الخيار طبعا يبديك تخفي الايقونة من الدك لكن طبعا يفضل انك ما تخفيها لاننا راح نستخدمها في الشرح القادم ان شاء الله بتشوفون كيف انها مفيدة الان بما اننا حددنا الاختصار اللي هو alt المسافة خلونا نجرب نضغط alt و مسافة راح يطلع لنا هذا الشكل التالي مثلا نضغط نبغى سفاري نضغط sa طلع لنا سفاري طيب ما نبغى سفاري مثلا هذا شي مميز في البرنامج انه مثلا كتبنا ad طلع لنا الادرس بوك اول ما ندخل مثلا انا ما بي الادرس بوك ابدخل دريم ويبر اضغط على دريم ويبر دخلنا على دريم ويبر المميز في البرنامج انك حتى وانت بداخل اي برنامج تضغط alt و سبيت يطلع لك البحث والجميل في البرنامج يوم اخترت دريم ويبر الآن خلونا نجرب نكتب ad ثانية راح تطلع لك نتيجة اخر برنامج دخلت عليه يعني هو بحثة ذكي جدا يعني يوفر عليك الكثير خلونا نختار الادرس بوك طلع لنا الادرس بوك ad لاحظوا صار الادرس بوك الاول لاننا اخر شي دخلناه الادرس بوك الشي الجميل في البرنامج ايضا نضغط alt و مسافة مثلا بالروح system preferences لو نكتب sis زي ما انتم ملاحظين على يمين هنا على طول طلع لنا system preferences نضغط عليه طلع لنا system preferences والشي الجميل ايضا في البرنامج مثلا دعونا نكتب pages او preview حصلنا preview ضغطنا عليه فتح معنا البرنامج طيب الجميل في البرنامج مثلا كتبنا preview طبعا preview له ملفات document يعني يتعامل معها اللي علينا مثلا شب review في جنبه سهم السهم يعني انه له ملفات بداخله مثلا لاحظ هنا ثب preview لو ندخل بتحصل هذه الملفات اللي يدعمها نضغط space وورينا بشكل سريع نضغط عليه نضغط عليه يفتح لنا الملف وهذا شي جميل جدا في البرنامج ولو عندك مثلا ملفات اي وارك او بيجز كينوت بيطلع لك نفس جسهم خلونا نجرب مرة ثانية لاحظوا هنا system اي فوتو مثلا لاحظ يدخلك على الالبومات وهكذا انت تتصفح document الجميل في البرنامج ايضا مثلا عندك في الادرس بوك شخص تبغى ترسل لرسالة او تعرض رقمة او زي كده مثلا هذا الرقم تضغط مسافة راح اطلع لك الرقم كامل الشاسع زي كده طيب نضغط اه يسار طبعا خلونا نشرح يعني زي في الدكومنت او في الاسماء او اي شي ونت تتنقل يمين تدخل الملف يسار تطلع من الملف طبعا زي ما شرحنا لكم الرقم تضغط مسافة يكبره لك نرجع يسار بعدين نروح للايميل الجميل في الايميل مثلا حصل الايميل التالي تبغى ترسل لرسالة حدد على الايميل زي ما انت شايف اضغط انتر رسالة جديدة وبكل اريحية طيب نرجع على نفس الايميل ونروح نحدد الايميل نضغط مسافة تقدر تكتب له اللي تبغى تضغط انتر لاحظوا النص اللي كتبته انكتب في نص الرسالة اللي عليك تكتب موضوع الرسالة وانتهت السالة يعني شي عجيب جدا ومختصر بشكل خيالي والجميل في البرنامج ايضا انه يتذكر اخر عملية سويت عليها مثلا لو نضغط خل نكتب تست هنا بما انه عربي نكتب تست هنا نسكر عليه ولا نسكره خلاص مثلا لاحظوا هنا تست اخر عملية سويناها مثلا نكتب سا عشان سفاري نضغط على سفاري نسكر سفاري alt space لاحظوا اخر اختصار سويناه في البرنامج